بسم الله الرحمن الرحيم معاكم أحمد الجرنوسي والنهاردة إن شاء الله حبيب يدردش وأتكلم معاكم عن نقطة القناة الفترة اللي فاتت مش القناة دي بس كمان قناة الألعاب ليه كنت منقطع الفترة الأخيرة ومش بنزل فيديوهات ومش مركز في القناة بتاعتي يعني ناس كتير بينصحوني يا جرنوسي يرجع للقناة ما تسيبهاش وحد تاني يقول لي سيبك بس من اللي انت بتعمله في موضوع الألعاب وخليك في القناة هنا احنا عاوزينك هنا فحبيب إن أنا دردش معاكم لإني بعتبركم أسرة خاصة بيا أو عيلتي التانية فعلا على اليوتيوب مش مجرد الناس بتتابعيني وخلاص يشوفوا فيديو وخلصة الليل على كده ولايك واشتراكوا أو حتى لايكوا يتفرجوا أو يستفيدوا بأي حاجة وشكرا أو يدخلوا حتى ينتقدوا أو يشتموا أيا كان يعني ولكن الفيديو ده للناس اللي فعلا بتعتبرني صديق لها أو شايفة أن أنا ممكن أكون شخصة يستحق أنه يتقدم له النصيحة فأنا فعلا محتاج نصيحتكم وهشارك معاكم ليه أنا كنت منقطع الفترة الأخيرة تقريبا آخر فيديو نزلته هنا على القناة كان من حوالي شهر بالزبط يعني اللي هنتكلم كان بتاريخ 17-12-2019 والنهاردة إحنا 14 أو 15 فتقريبا شهر بالزبط ما نزلتش فيديوهات على القناة وإنتوا مش متعودين كده لأن تقريبا عمرها ما حصلت أن أنا عقود شهر كامل ما نزلش فيديو يمكن كنت بقعد بالأسبوع أو الاثنين ولكن بعدها برجع وبتلاقوا الفيديوهات كتير كل يوم فيديو أو كل يومين فيديو فبيكون الموضوع يعني أن أنا موجود بس بتحضوري معاكم ولكن الناس اللي متابعني كويس عارفة أن أنا الفترة الأخيرة كنت مركز في موضوع الجيمينج حتى موضوع التجميع بتاعتي كنت مركز على نقطة أن هي تبقى خاصة بالألعاب لأنني كنت حابة بدخل في المجال شوية والحمد لله عملنا قناة ودخلنا فيها صحيح مش بنلعب ألعاب كتير ومركزين على لعبة باب جي بس ولكن بفضل ربنا ثم فضلكم وصلنا المئة ألف مشترك فالموضوع ده كان محتاج مني مجهود شوية فده السبب الأول لأن أنا كنت مركز في موضوع الألعاب وطبعا أنا بتكلم معاكم بكل صراحة مش أقول لك بقى أنا عندي ظروف وعندي بتاع صحيح والله عندي ظروف وتعبت فترة بتاع عشر أيام أو أكتر من عشر أيام كنت حرفيا على السرير ما بقومش بسبب برد جديد جدا جالي ولكن كل دي حاجات بتحصل لأي حد يعني وربنا يش في كل مريض بس الفكرة كلها أن أنا فعلا ما كنتش مركز هنا معيني مجمع آآ اسكريبتات لمواضيع هعملها ومواضيع بالفعل لقيتها تعملت من ناس أصدقاء يوتيوبرز على آآ القناة بتاعتهم لقيت مواضيع أنا كنت أعملها لقيتهم أعملوها وبالتالي بقول إن المواضيع دي خلاص لأ أنا من النوع اللي لما بلاقي فيديو اتعمل وأنا كنت عاوز أعمله ما بقولش لأ خلاص ده تهرس أو تعمل لأ أنا بعمله فعلا لأنه بيكون في عندي كمان منتجات أو بعض الإعلانات اللي بيكون متفق عليها بموعيد فمش معنى إن فلان نزل فيديو إن أنا لو نزلته بقى أنا بقى بقلده بعمل أنا بره عني الكلام ده أنا بعمل الحمد اللي إلا أنا شايفه كلنا حابب لنا أقدمه لكم بطريقة الخاصة فنقطة الألعاب فعلا هي بعدتني شوية أوخدت تركيزي الفترة الأخيرة كمان الموضوع بقى الأساسي هو اللي خلاني أبعد عن القناة الفترة الأخيرة وإن أنا ما كونش مركز أوي هو نقطة عمل لايف ستريم على الفيسبوك اللاييف ستريم الخاص بالجيمينج محتوى الجيمينج فترة الأخيرة برضو الناس اللي متابعها كويس هيلقوني إن أنا بقيت بارتنر مع فيسبوك جيمينج إن أنا بعمل محتوى خاص بالألعاب على فيسبوك بنلعب أو بعمل محتوى خاص بالبابجي طبعا اللعبة أنا هيك على إن هي لعبة هي تعتبر لغة تواصل جديدة جوه اللعبة نفسها بتتواصل مع المتابعين بتوعك بدخلهم يلعبوا معاك بتتكلموا وتتعرفوا على بعض وتتصحبوا على بعض شباب صغيرة جميلة وشباب كبيرة وناس كبارهم متجوزين ومخلفين وبيلعبوها وأطفال بيلعبوها فاللعبة يعني تقريبا فيها أغلبية الفئات العمرية وكمان أولاد وبنات فلمت كتير اللعبة فجواها كده كوميونيتي أنا حبيت الموضوع الحقيقة مش هخبي عليكم فحبيت إن أنا أركز فيها شوية الحمد لله ربنا كرمني ومضيط عقد مع فيسبوك فبكون ملزم بعدد ساعات معين شهريا قلت أعمل لنفسي تيست كده فترة تجربية فكان الموضوع بقى صعب علي شوية لإني ما دخلتش في موضوع الستريمينج خالص ودي أول تجربة ليا سألته واستشرت والله بريكله يعني صديقي العزيز أحمد أنديل صاحب قناة جيمينج بالعربي كان ليه فضل كبير جدا بعد ربنا طبعا في إنه نصحني بحاجات لأنه كان دخل بشهر قبلي تمام؟ مع طبعا سابريتوس اللي عنده قناة سابريتوس دي في اللي هو عايش في فرنسا دلوقتي للناس اللي ما تعرفوش يعني دول اتنين من أفضل القنوات اللي بحب أن أنا أتابعها ومن الناس الجميلة اللي تعرفت عليهم مؤخرا بسبب موضوع الجيمينج أو محتوى الألعاب فالموضوع أخذ مني وقت على بال كمان إن كان عندي مشكلة في النت على بال ما أزبطها لأن الستريم أو اللايف ده بيحتاج أن أنا أرفع سرعة النت عندي خصوصا الأبلود لو عندك سرعة أبلود تحت الواحد ميجا أو الاتنين ميجا مش هتعرف تبث بشكل كويس يفضل فوق الاتنين ميجا اتنين ونص يعني ها هتبقى الدنيا ماشي شوية هتبث على سبعمائة وعشرين مثلا مع تلاتين أو ستين فريم ولكن يفضل يكون السرعة عندك بتاعة الأبلود أربعة ميجا فما فوق الموضوع ده هبقى أتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله وإزاي حسنت شوية من سرعة النت عندي في الخط الأرضي وعليت سرعة الأبلود وحسنت جودة الخط فدي كانت نقطة مهمة جدا وكان لازم أدن نفسي تيست أنا بقى لي حوالي ثلاث شهور في الموضوع ده بحاول إن أنا تيست أو شهرين ونص تقريبا بحاول إن أنا تيست نفسي كده في الموضوع علشان أعاوز إن أنا أكمل في نقطة الألعاب بجانب قناتي الأساسية لو تلاحظوا حتى دلوقتي في قنات كتير عندهم محتوى أساسي ومحتوى فرعي أنا بعتبر المحتوى الأساسي بتاعي هو المحتوى التقني اللي بقدمه هنا على القناة والمحتوى الفرعي هو محتوى الألعاب فكان لازم يعني أنا حسيت إن أنا هعرف هوزن ما بين الاتنين الحقيقة مش أجد بعليكم ما قارفتش هوزن بس ده علشان الموضوع كان في أوله ولكن طبعا أنا جربته وشفت الدنيا وبتاعه وعدد الساعات اللي بعملها قد إيه في اليوم وحاجات زي كده فمن خلال التجربة اللي هواتي دي بإذن الله أنا مش هسيب القناة طبعا لأن يعني مهما روحت ومهما جيت القناة دي هي بيتي الأساسي أو مكاني الأساسي إن شاء الله طالما هي موجودة وأنا موجود معاكم ويعني بعد عمر طويل هيكون عليها الفيديوهات دي قصدقة جارية بنا إن شاء الله ينفعنا بيها وفعلا بتمنى إن القناة دي تبقى هي الصورة اللي تخلي الناس ما تنساش واحد جي في يوم من الأيام اسمه أحمد الجرنوسي لأنه بعد عمر طويل أو عمر قصير محدش عارف ممكن ما يكونش فيه حد اسمه أحمد الجرنوسي فمحدش عارف يعني بكرة في إيه عموما يعني أنا موجود معاكم مش هبطل الفيديوهات إن شاء الله هي فترة راحة شوية فترة تغيير مش أكتر كل واحد بيمر بفترة في حياته إنه هو يجدد حاجة معينة يحول الحاجة معينة وكمان علشان ما زقش من كتر الحاجة اللي أنا بعملها أو بكررها فأنا إن شاء الله موجود بشروحات الويندوز شروحات الأندرويد المراجعات اللي أنتم مستنينها في محتوى كتير ومعلومات كتير وحاجات أنا مجدولها وإسكريبتات أنا محضرها كلها بس فضلا إن أنا أبدأ إن أنا أصور وأرجع تاني وحبيت إن أنا أبدأ أقف قدام الكاميرا من جديد يعني عايز أقول لكم إن أنا كنت مكسل بس أقوم أولع النور بتاع السوفت بوكس أو أشغل أو أريك أو أدوس على زرار الكاميرا أو حتى أفضل مساحة من الكارت عشان أبدأ أعمل فيديو فالحمد لله بعد فترة كبيرة كده حسيت إن أنا عاوز أفك وأقوم من على الكرسي أو من على السرير وأبدأ إن أنا أتكلم معاكم كصحاب طبعا ومستني نصحتكم وأنا يعني بعتذر لكم اعتذار شديد جدا جدا وبتأسف لكل واحد فيكم إن أنا كنت غايب الفترة دي وما كنتش بنزله الأخبار اللي هو كان مستنيها مني أو ريفيوهات هو كان مستنيها مني أنا بعتذر جدا عن ده وإن شاء الله يعني الموضوع ده ما يتكررش تاني وحابب إن أنا أرجع من خلال الأسبوع ده بإذن الله أرجع معاكم بقوة في المراجعات والحاجات كلها اللي احنا بنعملها على القناة وإن شاء الله يعني دايما لو في أي حاجة غلط شايفينها فيها أو شايفينها في المحتوى دايما قولوا لي من خلال التعليقات لأن دايما رأيكم يهمني أنتم زي ما قلت لكم عيلتي عيلتي دي يعني فيها صحابي فيها أخواتي فيها كل حبيبي أي حد فيكم دلوقتي لسه بتفرج على الفيديو يتأكد تماما إنه بيحب واحد اسمه أحمد الجرنوسي أنا كمان بحبكم في الله وربنا يديم المحبة وزي ما قلت لكم أي حد عنده أي نصيحة أي حاجة يكتبها في التعليقات تحت الفيديو وإن شاء الله على قدر المستطاع برد على كل التعليقات ودعواتكم بالتوفيق وكمان شهر ونص شهرين كده هتكون فيه مفاجأة لكم عشان عارفوا أنتم زيقتم المكان هنا شوية فيعني دعواتكم أكتر بالتوفيق وأشوفكم في فيديو جديد بإذن الله مانسوش بقى اللايك المتين وأشوفكم في فيديو جديد بإذن الله كان معكم أحمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته